السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشوفنا في اللقاء الفات كيف حطينا الشخصية وحطينا البيت وخلينا الباب اه تبع البيت يفتح لما تقرب الشخصية منه زي ما احنا ايك رح نشوف هالشخصية تمشي اول ما قرب وتفتح الباب هو صار يقدر يخد جوه الباب ويلب جوه اه الان اللي انا بدي اعمله بدي اجيب اه كلاش او رشاش وخلي الولد يقدر يصير يطخ الكلام هده انا عامله في الماية طبعا جيبت هدول اشياء جاهزة انا ومحضرها واضبطها بمعنى انه المجسم تبعي شايفين محور الزد انا بدي اياي يطلع دائما بيحور الزد عشان لما اجي احطه على اليونيتي الاقي ان المجسم تبعي بتطلع حوالين محور الزد هلين بس اعلم على جسم معين طلع بدل المجسم تبعي تطلع او حلوالين على محور الزد يعني تطلع لقدام على العموم بدنا راح نشوف فانا بدي اياه زي هيك مضابط الحجم نسبيا حجم الكلاسين بالنسبة لحجم الرصاصة والرصاصة انا جسمها نصين النص راح تقع على تحت ونص راح تنحدف يعني او تطلع من الكلاشن تبعي اي اي عامل طبعا سنتر باي بتلا الاجسام اللي عندي مركز دوران في النص في النص وعامل فريز ترانسفورميشن هنا مسفل قيام عرصة كل واحدة من هدولا وعامل فريز ترانسفورميشن هكما جاهزين للتصدير راح اصدر كل واحدة لحاجر راح امسك هذا وقوله لو سمحت تصدر لي اياها فايل اكسبوت سيليكشن وراح اروح المجلد تبعي في الشغل واسمي هاد المجلد مسلا تبعي المجسم تبعي غان ماشين ها في عند غان ماشين اوكي راح اعمالها اوبر رايت بكونها مجهزة من قبل اي اوبر رايت وراح ااجع على الطلقة تبعتي فايل اكسبوت سيليكشن راح اسميها بوليت بتأكد ان هي المعلم عليها الصحيح اي اكسبوت وراح امسك الجوزء اللي الامامة سمي بولت فايل اكسبوت سيليكشن راح اقوله بوليت هيك انا سطرت المجسمات تبعتي خلينا اشوف اليونتي بلش يستوردهم هيجاب لي اياهم طبعا جاب لي اياهم بدون ما يحط عليهم الخامات تبعتهم الخامات اكيد راح يبقوا نفس الخامات المستخدمين في عند في المايا يعني الخامة المحطوطة عليه فراح الاقي اي 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 قان وراح هلاقي ان انا حاطت صورة فممكن نحملها هات نشوف مبدئيا راح ااجي انا اي اي محطوط ان انا بدي اعمله سكيل ثلاثة بكون هذا لان انا حاطه من الاول هدول كمان راح اطوله ان ابدأ اعمل سكيل ثلاثة وعمل ابلاي يعني بدي اضاعف حجم الجسم تبعي ثلاث اضعاف انا بدي ايا لعدة لو بحاجة عزت اغير او ازود بزود خلينا شوف الارصاصة تبعتي الارصاصة بدي احط عليها خامة او بدي اطلع منها الخامة تبعتها اكستراك تكتشر بدي احطها جوه مجلد فيها ندعم المجلد وسميه وحط كل ما ها يتعلق بخامات الرشاش تبعي هانا هاي اكسبورت التكتشر وهي اكسبورت الماتيريال هايني فلو اجيت هنا هاي القون تبعي راح الاقي انه في خامة واحدة وهي الصور تبعيتها بكل بساطة بربط هادي مع هادي الآن الخامة صارت عندي موجودة هدول صار عندهم خامة موجودة عليهم خامة هاته اشوف اي الخامة تبعتي الارصاصة حرف الارف خايف ايجي بالخامة تبعته اي ديليت لكن الكلاش اللي لو حطيته بيجي من غير خامة خلينا نعمل نفس الكلام عليه اعلم ماتيريال اكسبورت تكتشر اه يبدو ان انا باقي مصدر المجسمات تبعتي اه مصدر الخامات ومحيهم طب خليني امحي مجسرا ده من اول الجديد امحي زي هيك هاي ديليت كل مجسم حذفته وعاود اصدره كمان مرة فايل اكسبورت سيليكشن اسف فايل اكسبورت سيليكشن ونفس المجلد وسميه انا هان عندي هنا راح يجيب لي الان راح اجي اقول له بدي الاسكيل تبعه يبقى تلاتة وبيدي الماتيريال هاد زرين ضويين هنا راح اقول له طلع لي الخامات تبعت الان ماشين حطهم في الماتيريال في الان بطلع الصور هلقيتها هنا اكستراك ماتيريال راح يطلع لي الخامات المكونة وهي خامة واحدة راح اروح على ماتيريال في القن واطلعها واسمها اي 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 قن هيك انا زاك حطيتها راح اروح الان في حاجة اسمها اي 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 قن هاد هي الخامة تبعت لكلاشن تبعي في الغالب هاد هو خامة اللون ايه هاد الخامة النورمال عشان يعطيني في بروز وهادي متلنس المعدن انا مش راح استخدمها هاي موجودة هانا بس انا هات نحطه هاي متلنس هاي متلنس عشان يعطيني احساس انه فيه المعدن على المجسم تبعي ارجع الكلاشن هتشوف لو بحطيته هاي الكلاشن تبعي هاي المجسم تبعي ايه طيب الان ايه شفنا احنا كيف جيبنا الكلاشن وكيف انا بدي اجي احطه في مكانه قبل ما اعمل الكلام هادا في نقطة مهمة اساسية لازم انا اطراق لها هي حاجة اسمها بريفاب اليونت بتدعم حاجة اسمها ريفاب راح نشوفها في اللقاء الجاي كيف راح نتعمل معها عشان نقدر نبني شغلنا على اساسها راح نكتفي في اللقاء هذا الهان واللقاء الجاي راح نشوف حاجة اسمها بريفاب ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة